الغربال واخرتها واخرتها اه والله واخرتها بجد يعني مصر ما تستحقش ابدا انه تيجي في عنوين سلبية قاتلة ومسيئة ومشينة في كبريات الصحف البريطانية للأسف شوفوا مصر اللي بتبذل كل جهدها شوفوا فخامة الرئيس على فتاح السيسي اللي لو انتو شفتوا حرصوا على مكرم الاخلاق وحرصوا على المجتمع الخلوق الرياضي السليم محدش ابدا يقبل انه مصر اللي بتحاول صورتها الخارجية تكون في القيمة الحضرية بتاعتها لكن هتقول ايه قضية كليتنبرج قضية كاشفة وكاسفة وللأسف فاضحة هنجلب كتير من التفاصيل لكن لا ينفصل عنها أبدا نفس الهم ونفس الغم ونفس التطور المؤلم اللي حصل في لجنة الانضباط لجنة الانضباط لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم تلقت شكاوة تلقت شكاوة من نادي الزمالك ضد لعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهرباء وتلقت ايضا شكاوة من النادي الاهلي ضد ما صدر من رئيس نادي الزمالك بشأن او ضد النادي الاهلي وايضا شكاوة من الكابتن عماد متعب ضد نفس المشكو في حق او منهم الحقيقة اللجنة بدأت عملها برئاسة المستشار محمد عبد صالح واستدعت الكابتن محمود عبد منعم كهرباء اللي ماته لأمامها للتحقيق وكان بصحبته الاستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الاهلي ودفع كهرباء عن نفسه ضد كل ما ألصق به او أسند إليه اعلنت انباء من اتحاد الكورة ان رئيس نادي الزمالك سوف يستدعى للتحقيق في مصادر منه ضد النادي الاهلي ورموزه وقياداته في جلس التحقيق قيل انها الاحد القادر وإذ فجأة يتعرض رئيس اللجنة لانتقادات عنيفة جدا وصفها رئيس اللجنة نفسه المستشار محمد عبدالصالح انها حملت كثيرا من التجاوز دفعت رئيس اللجنة للاعلان عن الاعتذار على عدم الاستمرار مش بس كده لا اعرى اللجنة اللجنة طلعت هذا البيان عصر اليوم اعلنت لجنة الانضباط عن تقديم استقالاتها من منصبها في الاتحاد المصري واصدرت بيانا جاء فيه على الرغم مما شاهدته البلاد اللي بيتكلم ده قامة قانونية قضائية كبيرة معالي المستشار محمد عبدالصالح على الرغم مما شاهدته البلاد من تطور وانجازات في جميع المجالات خلال الفترة الاخيرة شاهد بها القاسي والداني الا ان المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم حط خط اه وشاهدت من بعض القائمين عليها ترديا في القيم والاخلاق تردي وهو مناخ لا يصلح لعمل الآضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن اي انتماء رياضي وتطبيقا للوائح الاتحاد المصري والدولي لذلك قررت اللجنة بكامل اعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي للاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم وتحتفظ اللجنة بكافة حقوقها القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت ضدها اخر جملة دي جملة ذات معنى انها مش بمنأة عن التجاوزات هي نفسها للناس بتلجأ لها ودي هيئة قضائية معقرة لا يمكن الاختراب منها ده انت لو انت رحت محكمة مثلا وتكلمت بصوت عالي ولا تكلمت بدون اذن ولا ممكن المحكمة توجيه لك تهمة اصدراء المحكمة ودي تهمة تسجن بسببها فان يحدث تتعرض هي نفسها اللجنة وانت لما ما تيجي تكتب لها شكوة تحفظها ولا تسترع اطرافها مهما كانوا وهنا قيمة القانون ان الله ينظر الى القامات القانون ينظر الى المواطن وتكافؤ الحقوق نظرة واحدة انك انت بقى تشكو في فلان تعال اقول لي اقوالك فيما نوسبة ليك فتتعالى على المحكمة وتنال منها ده امر ما بنشوفهوش ومش عارفين يرسي على ايه ده لان الجملة الاخيرة دي لها معنى تحتفظ اللجنة بكافة حقوقها القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت ضدها ضدها لاعب منقى لاعب منقى عن هذه التجاوزات في حقه والى متى واخرتها الحقيقة يعني تأوه وتنهد اتنين من نجوم القناة الناقلة للدوري اتنين من نجوم الاعلام زميل الكابتن احمد شبير والزميل ابراهيم فاي الاتنين غردوا بعد صدار لجنة الانضباط لهذا البيان غرد احمد شبير تقريبا بقلم شديد وبيقول لم يتبقى الا تحديد موعد العزاء العزاء في مين في الكرة مصرية طبعا لم يتبقى الا تحديد موعد العزاء اللي حاصل ده كتير جدا ابراهيم فاي قال هو رخر في تويتر الوضع الرياضي اقرب منه للانفجار قبل اي وقت مضى كم من العبث والهزل لا مثيل له احباط يأس لا شيء في الوسط الرياضي يتغير الا للأسوأ دي المشكلة تعريقين كاس العالم وكلنا امل ان يمكن يمكن الناس طغير يعني هو كلا تن برجم بيجي ويقولك انا اشتكت للتحدي الكورة قالوا لي اخي ما تكبرش الامور ما انت ماشي اامن وتتحرك اامن هو اشتكلك من امن البلد دي بقولك اني واحد شتمني وفي حد بيبعث لي رسالته دي ما قالش ان الوضع غير اامن بتدول انت الموضوع في اتجاه اخر خالص طيب الحياء الاتحاد المصري لكورة القدم بدر هو رخر برفض استقالة اللجنة وبعد اتصالات جرت بين مسؤول الاتحاد والمستشار محمد عبدالصالح الرئيس اللجنة لجنة الانضباط اصدر الاتحاد هذا البيان يؤكد الاتحاد المصري لكورة القدم اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نقبة من قامات قضاة مصر كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كورة القدم المصرية ويشيد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكورة القدم ويشدد المجلس ادارة الاتحاد المصري لكورة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد ويؤكد مجلس ادارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكورة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس لسيما وان المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماعا للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من اجل تغليز العقوبات المنصوصة عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص وكذلك تفعيل لجنة القيم والاخلاق بيقول اتحاد الكورة كمان في بيانه دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الاساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الانضباط المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم اكثر اخلاقا بلا تعصب ده بيان اتحاد الكورة